الصاحب البخامة السيد رئيس مجلس الشيوخ السيد رئيس الجمعية الوطنية أصحاب المعالي أصحاب السعادة أصحاب الفضيلة أيها الحضور الكريم تقبل الله الصيام والقيام وضاعف لنا ولكم الأشر من الثوابت والمسلمات في كل الثقافات والمعتقدات أن الصدق فضيلة والكلمة رضينا وما يخالني في حاجة ضمن هذه العجالة إلى استعراض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية الواردة في هذا المنحة بل اكتفي بجملة إيذارات والبحث عن ملامح حلول ومقاربات أيها السعادة عندما نفتح هواتفنا المحمولة ونرجو العالم الافتراضي متصفحين الوسائط الاجتماعية نجد أنفسنا في هذه الشبكات أمام عالم غريب سب وشتم وقلب ونيل من الأعراض وأحقاد وطغاء بكل اختصار عنف لفظي بما في الكلمة من المعنى وتعلمون أن العنف اللفظي هو مقدمة العنف البدني باختصار أيها السعادة تقف البشرية اليوم حائرة مشزوهة كي لا أقول عاجزة عن التعاطي مع تحدي كبير بات يدعى التطرف الإلكتروني فما الحل إذن كيف تواجه البشرية هذا التحدي نضيق طرحة السؤال لنتساءل ما هي الهيول المتاحة أمام المجتمعات المسلمة بل من الوارد أن نخص ماذا بوسعنا في موريتانيا ماذا بوسع مجتمعنا أن يقدمه تعاطيا مع هذا التحدي الذي يطرح بانتحاح على الجميع ذلكم أيها السادة هو السؤال الكبير الذي اقترح للتناول والتدارس في هذه الجلسة الابتتاحية للموسم الرمضاني هذا العام أتوقع أن يقدم المحاضران الأستاذ الوزير أحمد الهلداود والأستاذ الإمام أحمد والمرابط الحيو الرحمن أتوقع أتوقع إذن أن يقدم ردودا شابية بهذا السياق لنخرج من هذا التحسي الرمضاني الأول بخلاصة هامة وجواب شاب لإشكال بات مطروحا على سكان المعمورة في المستهل أدعو وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الأستاذ أحمد الهلداود لتقديم عرضه المدة خمس عشرة دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأغدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة فخامة رئيس الجمهورية تحية طيبة أيها الجمع الكريم الموضوع كما سمعنا الليل عن موضوع نعيشه نعيشه واقعا في عالمنا اليوم هو خطورة ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي خطورتها على عقائد المجتمع وأمنه ووحدته والتماسكه وهو موضوع نشجون ولا غروة إن اختير للحديث عنه الليلة لأننا أمة تواكب الزمن تعيش ما تقرأ عكسا للغير الذي ربما يقرأ ما لا يعيش ويعيش ما لا يقرأ وبما أن الوقت ضيق كما سمعنا من المقدم فإننا سنحاول أن نختصر في هذه العجالة أشد الإقتصار وأن نختصر أيضا أشد الإقتصار مركزين في ذلك على المحاور الثلاثة التالية أولا الوحدة وخطورة الشقاء المحور الثاني قراءة في واقع وسائط التواصل الاجتماعي اليوم ما لها من الإيجابيات وما عليها من السلبيات المحور الثالث الموقف الشرعي الذي يجب على الإنسان المسلم تجاه هذا الواقع الذي نعيشه اليوم في هذا العالم الافتراضي أولا الوحدة وخطورة الشقاء من المعروف أن الله سبحانه وتعالى أراد لعباده أن يكونوا أمة واحدة وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولهذا حذرهم من الخلاف وحذرهم من الفرقة وحذرهم من الشقاء في كثير من الآيات القرآنية فلذلك فالله سبحانه وتعالى عدى الخلاف مظهرا من المظاهر المنافية للرحمة حيث قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك كذلك أيضا عدى الخلاف مظهرا من مظاهر الشرك حيث قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين كذلك أيضا عدى القرآن التفرق وإشاعة الخلاف بين الناس جعله سببا من الأسباب التي يرفع الله تعالى عن المسلمين العون تجاه تحملهم للرسالة التي لولا يعانة الله تعالى لهم لما قاموا بها قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وإذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يومك بيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم وأكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما أفضتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون كذلك قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فهنا القرآن الكريم يقارن بين تفريق الناس وتشتيتهم وبث الخلاف بينهم بين العذاب الذي ينزل من الأعلى كما وقع لقوم لوط وبين الخسف الذي ينزل من الأسفل كما وقع لقوم نوح ويتأكد الأمر أكثر فأكثر إذا علمنا أن هذه الأمة المحمدية التي خصها الله تعالى بجملة من الخصائص ليس من بين هذه الخصائص أن لا يقع بأسها بينها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية فمر بمسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه ثم دعا ربه طويلا ثم خرج إلينا وقال إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي في السنة بالجدب فأجابني وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأجابني وسألت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني فإذن هذا الأمر ليس من خصوصيات الأمة وهنا ترك أمرها للأمور الكونية لمدى تطبيق هذه الآيات وهذه الأحاديث النبوية الكثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي لا يمكن أن نسترسل فيها والتي تدعو جماعة المسلمين أينما كانوا وحيذ ما كانوا إلى الوحدة والاتفاق ورص الصهوف ونبذي كل ما يؤدي إلى الفتنة وإلى الخلاف بين أفراد المسلمين وهنا هذه الوحدة بعمومها في أي قطر من البلاد الإسلامية اليوم اليوم أمام تحدي صعب أمام هذه الثورة التكنولوجية والإعلامية التي أصبحت واقعا نعيشه اليوم وهذا هو المحور الثاني وهو الحديث عن واقع الوسائط الاجتماعية ما لها وما عليها فهذه الوسائط الاجتماعية أو الإعلام الاجتماعي كما يسمى والذي بدأ حديثا وتحديثا منذ سنة 2004 حيث بدأت تجربته الأولى مع إطلاق موقع فيسبوك الذي أطلقه أحد الطلبة في جامعة هارفورد في الولايات المتحدة الأمريكية والذي ما لبث أن غزل عالم كله وتطور بعد ذلك بتطبيقات أخرى وأنتم تعلمون اليوم أن سكان المعمورة أسبع مليارات ويزيدون قليلا هذه النسبة قرابة أذلت مليارات من سكان المعمورة اليوم يعيشون بشكل ويعملون ويتواجدون بشكل نشط على هذه المواقع حيث يوجد الآن في موقع فيسبوك مليار ونصف وأكثر يوجدون بشكل نشط وبشكل حي ضمن هذا الموقع وحده ثم توالت بعد ذلك المواقع الأخرى حيث جاء ما يعرف بموقع واتساب الذي أنشئ سنة 2009 والذي سجل في أغسطس سنة 2012 أعشر مليارات رسالة نصفية وسجل في يونيو 2013 27 مليار رسالة أطلقت من هذا الموقع وسجل في سنة 2015 أكثر من أسبع ميت مليون مشارك نشط على موقع واتساب ليصل الآن إلى أكثر من مليار يتعاطون هذا الموقع إذن قرابة أثرت مليارات من أصل أسبع مليارات سكان البشرية يتواجدون على هذه المواقع لكن أين نحن من هذه المواقع وما هو موقف الشرع من هذه المواقع الواقع أن هذه المواقع وغيرها هذه المواقع هي آلات ووسائل هي بحد ذاتها لا توصف بالتحليل ولا بالتحريم ولكن هي فيما استعملت فيه إن استعملت في الخير كانت خيرا وإن استعملت في الشر كانت شرا ولهذا فلها الكثير من الإيجابيات لا أقف معها الآن بالإضافة إلى التعليم والتوجيه والتذقيف والإرشاد يمكن أن تكون اليوم أداة فعالة لرص صفوف المسلمين ومساهمة بشكل كبير في وحدتهم وفي حماية عقيدتهم وحماية دينهم وأخلاقهم إن أرادوا ذلك ولكنها في المقابل أيضا تحمل الكثير من السلبيات وهذه السلبيات من أبرزها ما يلي أولا إذمان عليها والجلس أمامها لساعات كثيرة وأنتم تعلمون أن الإنسان شرعا محاسب على وقته فلا يجوز له أن يتصرف في أي جزء من وقته إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وتعلمون أن كل واحد مننا سيسأل عن كل لحظة من وقته في مكان صعب وهو على ظهر الصراط ولهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدما عبد على الصراط حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كذلك من سلبياتها أيضا العزلة الاجتماعية لأنكم تعلمون اليوم جميعا أن المدمن على هذه المواقع إن كان أبا فقد استقال من مهمة التربية وإن كان ابنا فقد استقال أيضا من مهمة الإشراف عليه من طرف والديه كذلك أيضا من السلبيات المترتبة عليها نشر الأفكار الهدامة بين الشباب كذلك أيضا نشر الفساد الأخلاقي والانحلال الخلقي من خلالها هذا طبعا بالإضافة إلى تضييع الكثير من الوقت دون فائدة مهمة ترجاه ولكن الأهم والأكبر من ضمن هذه السلبيات المترتبة على هذه المواقع هو بث الشائعات المغرضة والأكاذيب والعراجيف والأخبار المسيئة للأفراد والجماعات والدول والأشخاص مما تترتب عليه مفاسد عظيمة كالعداوة والبغضاء والتفرق والخلاف والشقاق المؤدي في النهاية إلى الاقتتاد وأنتم تعلمون أن الشائعات واكبت البشرية منذ إنشائها ولم يسلم منها لا الأنبياء ولا العلماء ولا الصلحاء ولا العظماء وهذه الشائعات وجدت مرتعا خصبا في هذه المواقع فهذه الشائعات التي تلاحق البشرية ولم يسلم منها أحد من الأنبياء وغيرهم فهذا المسيح عليه السلام تشكك الشائعات فيه وفي أمه الصديقة يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كان تمك بغيا هذا نوح تشكك فيه فكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدده هذا يوسف يقول الله تعالى فيه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يتهم بالسحر وبالكذب حاشاه من كل ذلك وها هم أيضا المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة الأولى ما رشعوا إلا بشائعة والنبي صلى الله عليه وسلم ما صد عن اتبائه في مكة إلا بشائعة هذه الشائعات التي لم يسلم منها أحدنا اليوم تعيش أرقى معانيها وصورها من خلال هذه المواقع التي نعيش اليوم حيث أصبح مطلق هذه الشائعات بإمكانه أن يتخفى وبإمكانه أن لا يعرفه وبضغطة سر على في لحظات معدودة يطلق ذلك السم الذي أراد للملايين من الناس انطلاقا من هذه السلبيات كلها يمكن هنا وهو المحور الثالث والأخير وهو الموقف الشرعي من هذه الوسائط انطلاقا من هذه السلبيات التي تؤدي إلى الفتنة وإلى التفرقة وإلى بث الخلاف بين المسلمين والتي تؤدي إلى هدر الأموال والأوقات وإلى ضياع الوقت وإلى بث الأفكار المنحلة والهدامة بين صفوف المسلمين نقول بأنه يحرم شرعا استخدام هذه المواقع في هذه الأوجه التي لا توافق الشريعة في هذه الأوجه التي ذكرنا وهي إن كان استخدامها فيما يضر وحدة المجتمع أو دينه أو عقيدته أو أخلاقه أو يبث الخلاف بينه أو يؤدي إلى ضياع وقت الإنسان ونحو ذلك فإنه يحرم شرعا استخدامها في هذا النوع من الأمور وذلك انطلاقا مما يلي أولا أن الله سبحانه وتعالى حرم إشاعة إرض المسلمين وتوعد صاحبه بالعذاب الأليم ولهذا قال تعالى إن الذين يحبون أن تشريع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب نليم في الدنيا والآخرة وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاسقون الثاني أن المسلم يجب عليه أن يحسن الظن بأخيه المسلم ولهذا قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسي أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الهسوق بعد الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا ثالثا أن الإسلام طلب التثبت في الأخبار قبل نقلها ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ناجمين رابعا أن الإنسان مسؤول أمام الله تعالى في كل ما قال أو فعل أو كتب أو شارك فيه صغيرا كان أو كبيرا ولهذا قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هجنا وهو عند الله عظيم كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمعه كذلك أيضا لأن الإسلام حما وحدة المجتمع وضع عليها سياجا وحماها ولذلك حرم السخرية وحرم الغيبة وحرم النميمة وحرم الهمزة واللمزة والتنابز بالألقاب كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسي أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الهسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون كذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيد بالله من الفتن ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطل وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم إنه ستكون أمور في آخر الزمان مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإنك لأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر وهذه الأمور الوسائط كما رأينا إن لم نستخدمها في الأمور الإيجابيات وانتقلنا إلى الجانب الآخر وهو السلبيات فإننا سنكون لا قدر الله نقود الشر في هذا المضمار كذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه وهنا نرى الواقع الذي نعيشه الآن وهو واقع هذه الوسائط الاجتماعية فبإمكان الواحد منا أن يحدد موقعه في هذا الحديث فإن شاء أن يكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وإن شاء أراد أن يكون من الفئة الأخرى وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه وويل واد في النار فهنا يحدد الواحد منا مصيره ويتذكر ويعلم أن كل ما قام به في هذه الوسائط من كتابة رسالة أو تسجيل رسالة صوتية أو غير ذلك ما لحق بأهله من الضرر أو ما نتج عنه من الخلاف ومن الفرقة بين المسلمين أو ما أصيب اطلاقا منه من أعراض المسلمين فإن ذلك كله يكون وزره عليه دون أن ينقص ذلك من وزر من نشره وأبلغه للناس شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت وهذه الأعراض لا جديدة فيها والدماء لا جديدة فيها ولا وسيلة اليوم أبلغ فتكا بعرض المسلم من هذه الوسائط ولا وسيلة أيضا للفتنة بين المسلمين أكثر من هذه الوسائط فقديما كانت الشائعة تطلق في مدينة أو في حي أو في مجتمع وتورد فيها ما ورد من النصوص القرآنية التي رأينا بعضها ومن الأحاديث النبوية الشريفة إلا أن الشائعة اليوم أصبحت تتجاوز ذلك حيث أصبحت في دقائق معدودة تكون موجودة لدى الملايين من الناس بل لدى المليارات من الناس المشتركين على هذه الوسائط ولهذا فعل الواحد منا إذا شهر بعرض الواحد أو شارك في التفتنة أو التفرقة ونشر ذلك أن يعلم أن كل ما يترتب عن ذلك عليه وزره وأنه مسؤول عنه يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والموضوع ذو شجون ولكن الوقت محدد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا طبيعة الأستاذ أحمد بن الداود صاحب الهخامة أيها الحضور الكريم بالاستياغ نفسه طلعت مؤخرا على إصدار حمل عنوان التقرب الإلكتروني سمة المجتمعات في عصر المعلومات خلاصة الإصدار أن كل المقاربات الأمنية والذكرية التي حاولت التصدي لهذا الإشكال بقيت في مرحلة التأتأ تخطو خطوات أولى خجولة لذلك يبقى السؤال مطروحا ملحا هل بالإمكان ونحن نستضل ملال الشهر الكريم أن نحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى منابر دعوة للتعاضد والتلاخم والأخوة والتقارط ونبلي الشحناء والبغضاء هل بالإمكان أن نصد دعاة التفرقة والفتنة أدعو فضيلة الأستاذ الإيمان أحمد المرابط الحليف الرحمن فخامة رئيس الجمهورية سيد عمد العزيز أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة كل باسمه وجميل واسمه أحييكم بادئي بدء بتحية الإسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه أقول تجاه هذا الموضوع إني أولا لم أكن على علم به إلا أنا وسيد الوزير جالسان على هذه المقاعد في الانتظار ولم أكن على علم بالموضوع أنا على علم بالحضور والدعوة وصلتني ولكن الموضوع في حد ذاته علمته منه ونحن جلوس على المقاعد هنا أقول الحديث كما قال الوزير في هذا الموضوع يوش جوع والمتحدث عنه كأنه يتمثل بقول القائل الصائد العربي الذي خرج ليصطاد الوحوش فتناثرت عن يمينه وعن شماله فإن شاء يقول تكاثرت الضباء على خداش فما يدري خداش ما يصيده الموضوع عنوينه هي نفس العناوين التي تكلم حولها الوزير لا شك ولا ريب أن هذه الوسائل وهذه الوسائل لا شك أنها افتلاء وامتحان من الله تعالى أظهره على أيدي مخترعيه وصانعيه فنشروه في أوساط المجتمعات ليهلك من هلك عن بيّنه ويحيى من حيّ عن بيّنه وبعبارة أخرى لينجح في هذا الابتلاء من نجح وليحسر فيه من خسي هي وسائل ووسائل والوسيلة لها حكم ما تستعمل فيه إن استعملت في الخير فهي وسائل خير وإن استعملت في الشر فهي وسائل الشعر ولا شك ولا ريب أنها إذ تستعمل في مجال الخير ونحن لا نتجاهل ذلك وإذ سحّل الله بها على الناس جميعا وعلى المسلمين خصوصا سحّل عليهم بها بعض الأمور التي كانت تصعب عليهم وسحّل لهم بها الاتصالات التي كانت فيها صعوبة عليهم واستخدموها فيما فيه المنافع الكثيرة لا شك أنها إلى جانب ذلك تستعمل في الشر والأضرار التي تستعمل فيها هي التي سمعنا استعراضها من طرف الوزير في محاضرته وفي كلمتي وأنا أقول هذه السمو التي تبث عبر هذه الوسائل هي كما قلت بعد ذي بدعين ابتلاء وامتحان تثار عن طريقه الفتن فعلينا أولا إذ نواجه هذه الفتن التي تنتشر عن طريق هذه الوسائل أن نستشعر ونلاحظ ما وعد به الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم ستكون في تن القائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الراكي من تشرف لها أي تعرض لها ودخل في ميدانها تستشرفه أي تهلكه فمن وجد ملجأا أو معاذا فليعوذ به قصبي هنا هو أن هذه الأضرار وهذه الشرور وهذه السموم التي تبث عبر هذه الوسائل حسبنا أن نعمل كما نحن جميعا نعمل ولله الحمد على توعية رأينا العام وعلى توجيهه وعلى تذكيره بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة ليكون على حذر أو ليوفق الله تعالى من يوفقه من الحذر من هذه الفتن أما أننا نتعرض لهذه الفتن وندخل في ميدانها فربما يكون ذلك من الأهداف التي يثار بها ما يثار والله تعالى قد قال لنبيه في محكم كتابه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنوا أي لا يستفزنك الذين لا يقنوا والذين لا يقنون هم أولئك الذين ليس لهم هدف إلا إذارة الشر وإذارة الفتن وبما أنهم لا مستند لهم فيما يعملون يودون ويتمنون أن يدخل معهم أن يدخل معهم الذين يتجنبون ذلك في تلك المجالات ليشعلوهم بذلك عما هو أهم فمنطلاقا من ذلك نقه هذه الوسائل كما وجهنا في الماضي ولا نزال نوجه وسنوجه في المستقبل أن تستعمل في الخير وأن نحذر من استعمالها في الشر وأن نذكر بما بيّن الله تعالى في محكم كتابه من خطورة ما يقوله المسلم وما يفعله المسلم وقد استعرضنا من ذلك الكثير في الخطب الماضية وقد استعرض لنا منه الوزير ما فيه كفاية ومن باب أن المرد والمرجع هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نذكر أولئك الذين يستعملون هذه الوسائل في الشر بقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إيقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نذكرهم بأنهم سيقفون في ذلك الموقف لا يرون إلا النار أمامهم ليس لهم ملشأ ولا ركون إلا إلى ما قد كانوا قدموه في دار الدنيا ويقال لأحدهم إيقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ربما يكون آخذا ذلك الكتاب باليمين إذا كتب الله لهم المغفرة والعفو أو يكون آخذا كتابه من وراء ظهره بالشماء وسيقرأ كتابه في ذلك الموقف والذي بصيرته قد لا يدرك ويتيقن بها هذا فعليه أن يفكر هل هو سيموت أم ليس يموت ما أعتقد أن حيا يجهل أو يتردد في أنه سيموت وما دام أنه يصدق بأنه سيموت فعليه أن يصدق بما أخبر الله تعالى به مما سيلقاه المرء بعد موته ثم إن الله تعالى أيضا يقول في محكم كتابه في خطورة ما يقوله القائل ويفعله الفاعي يوم تشهد عليهم أفسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فمثل هذه الآيات الكثيرة المنتشرة في القرآن العظيم والأحاديث التي سمعنا طرفا منها والتي هي كثيرة فيها وازع لمن له مسكة من عقل أن يتجنب استعمال هذه الوسائل في تلك الفتن التي يشيع وفي تلك الشائعات التي سمعنا من الوزير استعراض طرف منها وأنها تتناول كل المجالات تتناول الأفراد وتتناول المجتمعات وتتناول الدول وأنا في حديثي مع الوزير وهذا شيء أذكره أمام الرئيس سألته هل بالإمكان على أن تعمل هناك رقابة على هذه الوسائل التي في بلدنا والتي تستخدم في بلدنا حتى يكون ثم نوع من المتابعة لأولئك الذين يستخدمونها في تلك الأشرار وفي تلك الأضرار طبعا الوزير أجابني بأن الذين يستعملون هذه الوسائل في تلك المجالات قد يستخفون وقد يكتبون أسماء مفترى فإذا إذا كانوا يستخفون من الناس ويستخفون منا فعليهم أن يعلموا أن الله لا تخفى عليه منهم خافية ولكن أيضا يبقى هناك أن الذين يسمعون هذه الشائعات ويقرأونها ويتصفحونها وخصوصا من المسلمين الذين خالطت بشاشة قلوبهم خالط بشاشة قلوبهم بالإيمان عليهم أن يعلموا أن هؤلاء فاقدوا المصداقية وأن هذا الذي يقولون لا واقع له ولا يلتفت إليه أي ملتفه وإنما هدفهم كما قلنا أن يستفزوا به وأن يدخل معهم فيما هم فيه من الخوض في تلك الأشرار وفي تلك الأضرار ثم أنا والمقدم قد ذكر أن لي عشرين دقيقة ولعله لم يسمع أني والوزير لما ذكر لي العشرين دقيقة قلت له أنه يتكلم إن شاء الله في خمسة عشر دقيقة وأنا تكفيني خمس دقائق فالخمس دقائق أظنها قد أتت وبهذا أكتفي واستغفروا الله تعالى لي ولكم والموضوع هو موضوع حديثنا إن شاء الله تعالى في خطبنا وفي دروسنا وكما قلت كل يقوم بما يناسبه ويتق الرقيب يراقبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلمة سليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لفضيلة الإمام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته صاحب الغخامة السيد رئيس مجلس الشيوخ السيد رئيس الجمعية الوطنية أصحاب المعالي أصحاب السعادة أصحاب الغضيلة على بركة الله انطلق الموسم الرمضاني لسنة ثماني وثلاثين أربعمائة والف تقبل الله الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة